يا رب سهل فيكم مشاهدينا من جديد في آخر فقراتنا من مرامج سيدتي اليوم ضيفتي في خلال هذه الفقرة هي خريجة بكاليريوس إدارة أعمال كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود بالرياض وحاصلة على الماجستير في الإعلام من جامعة أو الجامعة الأهلية في البحرين وأصدرت عدة مؤلفات واليوم نستضيفها على مبادرة أطلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان نساء للوطن والتي تهدف من خلالها لجمع سير وتراجم لألف سيدة سعودية رح نتعرف أكثر على هذه المبادرة مع ضيفتي في الاستوديو الكاتبة والناقدة مهال وابل يهلا وسأل فيك السادة مهال أهلا فيك اختراني السادة مهال يعني في البداية لكي إصدار كتاب يمكن من عام 2009 اسمه نساء للوطن وأطلقتي خلال هذه الفترة هاشتاغ نساء للوطن هل في رابط بين الكتاب وبين هاشتاغ نفسه؟ هو القصة الكتاب أنا كنت كاتبة في جريدة اليوم وكنا دايما نتناقش مع مديرة التحرير في القسم النساء الدكتور عامل الطعيم مني نحب نبرز عمل سيدات السعوديات فكان دايما أطرح عليهم فكرة أني نفسي يكون عندي زاوية أطرق فيها لنساء المتميزات فعلا كان يوم أربعة ما أنسى واتصت علي الدكتورة وقالت لي رئيس التحرير وافق على الزاوية مها كنا مختلفين على الاسم امرأة من بلادي امرأة مميزة نساء للوطن واتفقنا على النساء للوطن وبدأت في البحث عن سيدات متميزات أكتب عنهم أسبوعيا فعلا استمرت الزاوية لثنين وثلاثين سيدة سعودية متميزة وكتبنا عنهم بعد كذا لظروف صحية توقفت عن الزاوية لكن من 2001 اللي هو فترة الزاوية كان عندي رغبة في أني أبرز المرأة أكثر وكنت حزينة أنه توقفت الزاوية بعدين في 2009 صدرت الكتاب ما حبيت أنه السير والتراجم هذه تموت 2011 ظروف عمل زوجي نقلتني إلى هولندا تحديدنا للاهاي قرية البسينار في هذه الفترة كان دائما لما يتعرفون على أني سيدة سعودية وأنا أقوم بأعمال مرة بسيطة أسست نادي الكتاب العربي مع عشرين سيدة عربية كنت أشارك في اليوم العالمي في مدارس أولادي في المدارس الأمريكية كنت أقرأ قصص الأطفال اللي أنتجتها بلغتين للمدارس مختلفة والجهات للطفولة زي مراكز التوحد كان دائما أي أمرأة غربية تنبهر بما أقوم به رغم أنهم أعمال جدا بسيطة إذا قارنتيها بالنساء المتميزات في السعودية فكنت كانوا يقولون أنت سعودية؟ أحنا ما نعرف أنكم تقومون بهذه الأعمال أنت شعورنا دائما أن المرأة السعودية معنفة وضعيفة وتحت عباءة الرجل يعني أفكار مغلوطة عن المرأة طبعا سوت معي الدبلوماتيك أفير مجلة هناك هي مجلة دبلوماسية تعني بالدبلوماسيين ورفضت أني أسوي اللقاء قلت لها أنا شخصية عادية إيش راح تكتبين عني بين الدبلوماسيين وأنا لست دبلوماسية قالت أنت سفيرة للسعودية بدون سفارة هذه الكلمة الوحيدة هي اللي خلتني أوافق على هذا اللقاء من رجعت طبعا رجعتي هذه السنة يعني سكني بين هولندا والسعودية بسبب ظروف مدارس الأولاد وجامعاتهم كان تفكيري أنه كيف أبرز المرأة السعودية اللي الناس مش عارفين عنها كيف أقدر أظهرها وظلت فكرة الكتاب معي اللي هو نساء للوطن في 3-12-2015 أطلقت هذا الهاشتاغ اللي صراحة حقق يعني تداول التغريدة الآن وصلت نصف مليون نصف مليون تغريدة من خلال هاشتاغ؟ يعني الاطلاع والمناقشات والرتويت نصف مليون فيعني كان بالنسبة لي أنا حسابي في تويتر حساب يعني ما هو متحرك دائما ولا هو يوميا لكن بالنسبة لهذه التغريدة ردود إلى الآن الأسماء اللي تطرح لكن هو يختلف نساء للوطن يختلف عن كتاب المبادرة تختلف أكيد السادة مرحل الحديث بقية عن مبادرة نساء للوطن لكن بستأذنك وبستأذن السادة المشاهدين نطلع فاصل قصير من بعده نواصل فقرتنا مع السادة والكاتبة معها الوابل مشاهدين عدنا من جديد مع ضيفتنا الكاتبة والناقدة معها الوابل من خلال مبادرة نساء للوطن السادة ما يمكن قبل الفاصل كنا نتكلم عن كتاب نساء للوطن وأيضا مبادرة أو هاشتاغ مبادرة نساء للوطن دعنا نتكلم شوي عن معايير المشاركة في مبادرة نساء للوطن بس أحب أأكد على شيء أن مبادرة نساء للوطن هي مبادرة مهل وابل لكن هي مشروع وطني راح يشترك فيه إن شاء الله جهات وطنية حيكون فيه جهة متخصصة لوضع المعايير دوري حيكون فيه كمساعد يمكن في الخطوات الأخيرة كمحرر أو كصياغة أدبية لكن هناك لجان ترشيح وفرز يعني لن أختار عن السيدات المتميزات ولكن هناك معايير دقيقة الهدف ليس المسح لما يكون امرأة عاملة أو امرأة ربط أطفال هذه وظائف طبيعية للمرأة لكن نبحث عن النساء المتميزات من أوجدت برنامج كفال الأمان الأسري من قامت باختراع أو بحث علمي متميز خدم الوطن من لديها مسئولية مجتمعية وكان لها دور في تنمية التراث طبعا نواحي الحياة ومجالاتها كثيرة ونساء السعوديات ما شاء الله لهم بع اللي أنا أبغاه أنه تكون نساء للوطن حافز ودافع للنساء للتميز الأدوار الطبيعية الكل يقوم بها يعني هذا الهدف الأساسي من مبادرة تصليط على النساء السعوديات المتميزات وطبعا نحن 13 محافظة فأكيد عندنا ألف وأكثر من السيدات المتميزات إن شاء الله طيب أستاذة مهى حابين تكلم عن يمكن تكلمنا عن مبادرة هذه كمبادرة سعودية وطنية بإذن الله لكن هل فيه يمكن فكر قادم للمبادرات نسائية لكن خليجية أو عربية أنا أرحب بالتعاون مع أي جهة خليجية نساء للخليج نساء للعرب نساء للوطن العربي أكيد أهدافنا نحن نساء في الوطن العربي وفي كل العالم نتشابه في الأماني والأحلام والطموحات ودائما المرأة من الجميل نبرز أعمالها لأنه عندها أدوار متعددة ودورها داخل المنزل وخارج المنزل ولا نغفل لجانب الرجل ولكن دائما المجتمعات تهتم أو فيه ضوء أكثر للرجل نتمنى أن يكون للمرأة ضوء وضوء باهر أكيد طبعا بإذن الله لكن السادة ما هي ككاتبة وناقدة بصراحة بدون دبلماسية كيف تشوفين دور المرأة السعودية إلى وين وصلها الآن؟ والله المرأة السعودية تحفر في الصخر أنا دائما أكرر هذه العبارة وتخرج من الصخر الماس يعني عندها عادات وتقاليد وأعراف وأحيانا عبائة الرجل تظلمها لأنها لازم تظل خلفه في تسلط بعض فئات المجتمع ترى أنه لازم المجتمع يكون ذكوري وإضافة إلى أحيانا المرأة تظلم نفسها عندما تقف أمام نجاحها وترفض التقدم نحن نحافظ نطمح أن المرأة تتطور في محافظة على قيمها ودينها وأخلاقها لا ننكر هذا الشيء أنا أشوف أنها تسير خطوات واثقة من نفسها ووصلت إلى قمم المرأة السعودية ووصلت إلى العالمية يعني مبع على مستوى محلي أو خليجي أو إقليمي المرأة في نتاجها الفكري ونتاجها العلمي وصلت إلى العالمية يعني يمكن وصلت رسالتك للمرأة السعودية وكلامك الجميل عن المرأة السعودية التي تستاهل كل دمع وتقدير كاتبة مهل وابل شكرا لك وشكرا على مبادرتك نساء للوطن أنا أشكركم أشكر فريق برنامج سيدتي وروتانا خليجية وأشكرك استاذرانا أكيد طبعا نشكر تواجدك معنا أستاذ مهل حياكم الرحمة مشاهدينا الآن نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله في نفس الموعد وحلقة جديدة تمسون بأرف غير شكرا للمشاهدة